السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الاعزاء اهلا بكم في فيديو جديد معنا معكم احمد رمضان وان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن الالكايل بنزين خلينا الاول نتفق ان الفيديو تقول شويتين فجهز قباية الشاي الجميلة بتاعتك واديني كامل تركيزك علشان خاطر ما تفصلش مني في النص بنفكرك كمان ان احنا عملنا جروب على الفيس علشان خاطر تقدر تتواصل معنا لو عندك اي استفسار او عايز تتناقش معنا فاي حاجة في المحتوى بتاع السلسلة بتاعتنا تقدر تنضم الجروب من اللينك اللي هسيبه لك تحت الفيديو كمان عايز منك ان تشوف الحلقة اللي هي بتاعي التأثير الزرات او المجموعات المستبدلة على نشاط حلقة البنزين لان محتوى الحلقة ده يهمني ان انت تكون فاهم كويس لانه حينبنى عليه حاجات كتيرة في المحاضرة بتاعتنا النهاردة النقط الاساسية اللي هتكون معنا في محاضرة النهاردة اول حاجة تسمية مركبات الالكايل بنزين تاني حاجة هناخد تحضير مركبات الالكايل بنزين تالت حاجة هناخد القصور اللي في تفاعلات فريدل كرافت بعد كده هناخد الالكايل بنزين بعد كده هناخد الاكسيديشن بتاعت الالكايل بنزين اول حاجة هنتكلم عليها هي تسمية مركبات الالكايل بنزين تسمية الالكايل بنزين لها حالتين والحالتين متعلقين بعدد زرات الكربون في سلسلة الالكايل اللي موجودة على أهل حالة اول حالة معنا ان السلسلة اللي هي موجودة على حلقة بانزين تكون صغيرة يعني ايه صغيرة يعني تكون ست زرات كربون او اقل يعني السلسلة اللي بتكون مرتبطة في الحلقة هنا اللي هي هنا بتمثلها مجموعة المسايل تكون السلسلة هنا عددها 6 زرات كربون او اقل فده بنقول عليها ان هي سلسلة الالكايل صغيرة طيب في حالة ان سلسلة الالكايل بتكون صغيرة بنسمي ازاي بنقول ان انا البنزين هنا بنعتبره ان هو الاب ومجموعة سلسلة الالكايل بنعتبرها ان هي الابن يعني ايه البديهي بيقول ان انا الابن بنسيبه للاب يعني بقول احمد رمضان يعني بقيت بكلمة رمضان في الاخر يبقى انا لما اجي اسمي هنا هقول كلمة البنزين في الاخر لان هي الاب وبعد كده بنسيب الابن لها الابن هنا اللي هو مجموعة المسايل لان هنا حالة لان هنا سلسلة الالكايل صغيرة وانا صغيرة يعني 6 زرات كربون او اقل في المسايل التاني هنا معانا مركب الاسايل بنزين انا عندي هنا مجموعة اسايل ولان سلسلة الالكايل هنا عبارة عن زراتين كربون بس فانا بعتبرها هنا ان هي الابن وحلقة البنزين هي الاب يعني خدها قاعدة كده دايما ان انا بنسيب للاكبر في عدد زرات الكربون فهنا لان الاسايل هو الاقل في عدد زرات الكربون بيكون هو الابن وبنسيبه للبنزين فبسمي المركب ده مركب الاسايل بنزين عندي هنا مركب البروبايل بنزين عندي 3 زرات كربون هنا يبقى مجموعة بروبايل فهنا لان هي عددها اقل من 6 فبنقول ان هي الابن يبقى نقولها هي الاول بعد كده عندي البنزين هو الاب فبقول بروبايل بنزين عندي هنا 4 زرات كربون اللي هي مجموعة البيوتايل يعني اقل من 6 فبن اعتبرها ان هي الابن فبنزكرها هي في الاول. فبنقول بيوتيل. بعد كده الابنزين هو في الاخر. عندي هنا الترشا黑 يبيوتايل. الترشا يبيوتايل في اربع زراء كربون. فبنزكره في الاول لان هو هنا اقال من ستة فبن انتب lamon. يبقى الترشا لبيوتايل في الاول بعد كده نقول البنزين لان هو هنا الاب. يبقى اول حالة معى بقول ان في الحالة دي ان سلسلة الالكايل بتكون صهيرا. يعني صغيرة يعني بتكون ست زرات كربون او اقل. في الحالة دي بنعتبر البنزين هو الاب يعني بنذكره في الاخر وبنذكر سلسلة الالكايل قبليه باعتبارها هي الابن. بعد كده الحالة التانية معي ان سلسلة الالكايل تكون لارش. يعني ايه لارش? يعني تكون اكتر من ست زرات كربون. يبقى في حالة ان هو ست زرات او اقل بنعتبر مجموعة الالكايل او سلسلة الالكايل هي الابن. يبقى ستة او اقل يبقى الالكايل هي الابن. طيب اه اكتر من ستة يبقى الالكايل هي الاب يعني تنذكر في الاخر والبنزين هي اللي هتكون الابن يعني تنذكر في الاول. وطالما البنزين ذكر في الاول يبقى هو هنا عبارة عن فرع على الحلقة ولما بيكون البنزين عبارة عن فرع بنقول عليه اسم الفنايل. يعني هنا دي مجموعة الفنايل مجموعة الفنايل هي عبارة عن سي ستة اتش خمسة لان هنا في تشلت وتحط مكانها زرارة كربون. يبقى البنزين لما يكون مرتبط بسلسلة الالكايل وسلسلة الالكايل ديت اكتر من ست زرارات كربون بنعتبر البنزين اللي هو ابن وسلسلة الالكايل هي الاب. بنذكر الابن الاول وبعد كده بنذكر الاب اللي هو مجموعة الالكايل. والبنزين لما بيكون عبارة عن فرع على السلسلة فبنقول عليه اسمه الفنايل جروب اللي هو سي ستة ايش خمسة. المسال عندنا هنا مركب الاتنين فنايل هبتان. لان انا عندي السلسلة ديت عبارة عن سبع زرارات كربون. عدد سبع زرارات كربون يعني آآ فلما بتكون بنقول ان مجموعة الالكايل هي الاب. فقلنا الهبتان في الاخر. لانه هو الاب هنا. بعد كده بنشوف زرة حقلة البنزين مرتبطة عندانه زرارة كربون فهي هنا مرتبطة عند زرارة الكربون رقم اتنين. فقلنا اتنين فنايل. وقلنا هنا لان حلقة البنزين هنا هي عبارة عن فرع موجود على السلسلة سلسلة الالكايل. يبانا كده تسمية مركبات الالكايل ليه حالتين. الحالة الاولانية ان انا تكون عندي سلسلة الالكايل صغيرة. يعني ست زرارات كربون او اقل. وفي الحالة دي بنذكر السلسلة الاول بعد كده بنحط جنبها كلمة بنزين. باعتبار البنزين هويه الاب وبننسب ليه. طيب ايه الحالة التانية? الحالة التانية ان انا عندي سلسلة الالكايل كبيرة. يعني السبع زرات كربون فاكتر. وفي الحالة دي بنعتبر ان سلسلة الالكايل هي الاب لان هي الاكبر في عدد زرات الكربون. وبنعتبر حلقة البنزين عبارة عن فرع على السلسلة. ولما بتكون حلقة البنزين عبارة عن فرع بنسميها الفنايل. زي المسال اللي عندنا هنا اللي هو الاتنين هبتان. حلقة البنزين او الفنايل مرتبطة بزرات الكربون رقم اتنين. فبنقول اتنين بعد كده بنعد زرات الكربون بتاعت السلسلة ونقول ان هي سبع زرات سبع زرات يعني هبتان ده اللي هو تسمية مركبات الالكايل بنزين عندي بعد كده اشهر مركبين في مركبات الالكايل بنزين تسميتهم الشائع اللي هو مركب الطلوين اللي هو قلنا عليه من شوية اللي هو المسايل بنزين وتسمية الطلوين هي الاكسر استخداما عندي بعد كده الزايلين والزايلين عبارة عن حلقة بنزينة عليها مجموعتين مسائل المجموعة الاولانية بتكون في الموضع ده والمجموعة التانية بيكون مكانها متغير يعني لو في الوضع ارسو بقول ارسو زايلين لو في الوضع بارا بقول بارا زايلين لو في الوضع ميتا بقول ميتا زايلين مجموعة المسائل هنا ثبتة في الوضع ده واللي بتتغير مجموعة المسائل دي ايما بتكون ارسو او بارا او ميتا وعلى أساس ديات بنقول أورسو زيلين أو بارا زيلين أو ميتا زيلين دول أشهر مركبات عندي في مركبات الألكايل بتسمياتهم الشائعة ملحوظة مهمة علشان هتقابلنا قدام عندي حاجة اسمها البنزايل جروب البنزايل جروب هو عبارة عن حلقة البنزين مرتبط بيه زرة كاربون ومعها زرتين هيدروجين طيب زرة الكاربون اللي هنا ديت اللي هي أول زرة كاربون بعد حلقة البنزين اسمها البنزايل كاربون يبقى البنزايل كاربون هي أول زرة كاربون بعد حلقة البنزين سواء كانت مرتبطة بالزرة الكاربون ديت أو ديها في أي موضع على حلقة البنزين أول زرة كاربون بعد حلقة البنزين اسمها البنزايل كاربون وبنشترط علشان نقول عليها كلمة بنزايل إن هي تكون مرتبط معها زرات هيدروجين يبقى لو قلت هنا إن فيه زرة كاربون بس مش مرتبط معها زرات هيدروجين ما بنقدرش إن أنا أقول عليها كلمة بنزايل كاربون علشان كلمة بنزيل حتتكرر معنا كتير قدام فنكون عارفين احنا بنقصد انه زرة كربون بالزبط بعد كده هنتكلم عن تحضير مركبات الالكايل بنزيل ولما بنتكلم عن تحضير مركبات الالكايل بنزيل بنقول ان انا عندي طريقتين هم مش الطريقتين الوحيدين لكنهم اشهر طريقتين لتحضير مركبات الالكايل بنزيل اول طريقة فيهم وهي عبارة عن خطوة واحدة بس وهي بنستخدم فيها تفاعل والطريقة التانية بتكون عبارة عن خطوتين بتكون عبارة عن ان انا بعمل بعد كده بيديني كيتون فلما بيديني كيتون اعمل له عنولية يديني مركبات الالكايل بنزيل يبقى انا عندي طريقتين لتحضير مركبات الالكايل بنزيل الطريقة الاولانية بتكون عبارة عن خطوة واحدة بس اللي هي والطريقة التانية بتكون عبارة عن خطوتين وبتكون عبارة عن فريدل كرافت أسيليشن علشان يدين كيتون بعد كده بنعمله عملية ريداكشن علشان يدين مركب الألكايل بنزين نتكلم الأول عن فريدل كرافت ألكايلشن وهو عبارة عن استبدال زرة هيدروجين بمجموعة ألكايل اللي هي بنرمزلاب الرمزة R فبنقول يعني بنفاعل البنزين مع الألكايل هالايد في وجود الكاتاليست اللي هو الألمونيوم كولورايد علشان يديني مركب الألكايل بنزين فبيقولي بنقول عليه الألكايلشن لإيه لأنه هو بينتج عنه انتقال مجموعة الألكايل من زرة لأخرى بننقلها من الكولور اللي هو كان اسمه الألكايل هالايد بننقلها من الكولور للبنزين يبقى فريدل كرافت ألكايلشن بنفاعل البنزين مع الألكايل هالايد في وجود الألمونيوم كولورايد علشان يديني مركب الألكايل بنزين بعد كده فريدل كرافت أسايلشن فريدل كرافت أسايلشن بنعمل استبدال لزرة الهايدروجين بالRCO الRCO ديت بناخدها من الأسد كولورايد فبنقول ايه بقى في فريدل كرافت أسايلشن بنقول انه هو حلقة البنزين treated with an acid chloride بنفاعل حلقة البنزين مع الأسد كولورايد اللي هو ببرمزه RCOCl البدال هو الأسد كولورايد بنفعله مع حلقة البنزين في وجود الألمونيوم كولورايد لما بنفعل الأسد كولوريد مع حلقة البنزين بتنتقل مجموعة الأسائل اللي هي RCO بنستبدلها بزرة هيدروجين من حلقة البنزين ويديني كيتون بالديني كيتون اللي هو حلقة البنزين مرتبط معها RCO فبيقول لي فبيقول لي لأن في التفاعل ده بتنتقل مجموعة الأسائل من الأسد كولوريد وترتبط مع حلقة البنزين فأنا بقول على التفاعل ده اسمه أسائلاشن يبانا عندي فريدل كرافت أسائلاشن هو عبارة عن استبدال زرة الهايدروجين بمجموعة الأسائل اللي هي بيكون رمزها RCO هنجي للمعادلات بتاعت التفاعل ده أول حاجة اللي هي فريدل كرافت ألكايلاشن بنستبدل الـ H بمجموعة الألكايل فهنا عندي حلقة البنزين باستبدلت زرة الهايدروجين ديت بمجموعة ألكايل في وجود الألمونيوم كولوريد اداني مركب الألكايل بنزين وهنا ديت الرابطة الجديدة اللي تكونت بين الألكايل وبين الكاربون اللي موجودة على حلقة البنزين فأمثلة على التفاعل ده ان انا مثلا بفاعل CH3CH2CL ده اللي هو هليد الألكايل بفاعله مع حلقة البنزين في وجود الألمونيوم كولوريد علشان ينتجي عنه انتقال مجموعة الألكايل اللي هي CH3CH2 وترتبط بحلقة البنزين والـ H هترتبط بالـ CL هيدين هنا مركب الإسايل بنزين والـ HCL المثال الثاني معايا هنا برضو بنستبدل زرة الهايدروجين اللي هنا بمجموعة الألكايل اللي هنا اللي هي CH3COLY3 مرتبطة مع الـ C مرتبطة مع الـ CL اللي هو هنا عبارة عن هلية الألكايل وهترتبط بحلقة البنزين في وجود الألكايل في وجود الألمونيوم كولوريد علشان يدين هنا برضو الألكايل بنزين اللي هو التيرشالي سالسي لان هنا زرة الكاربون او هنا بص الحتة بتاعة البنزيلك هاي هنا زرة الكاربون بنزيلك بس مش مرتبط معها زرات الهايدروجين فما بنقدرش نقول على زرة الكاربون الاولادية ان هي بنزيلك ليه؟ لان مش مرتبط معها هنا زرات الهايدروجين يبه هنا دي اول زرة كاربون بعد حلقة البنزين بس لان مش مرتبط معها هيدروجين مرتبط معها مجموعات مثال فما بنقدرش نقول على دية اللي هي بنزيلك يبه دي اول حاجة معها اللي هي فريدل كرافت الكيليشن هي عبارة خطوة واحدة بنزين مع الـ Alkyl Halide في وجود الألمونيوم كولوريد بديني الـ Alkyl بنزين وخلاص هي خطوة واحدة بس بعد كده اللي هو التفاعل التاني اللي هو فريدل كرافت أسيليشن بنعمل استبداء لزرة الهايدروجين بمجموعة الأسائل اللي هي الـ RCO اللي هي الجزء ده هوت كده بنستبدله بزرة الهايدروجين اللي هنا في وجود الألمونيوم كولوريد علشان يديني هنا كيتون اللي هو كيتون الأروماتي اللي هو ده بعد ما بجيب الكيتون باخده وبعمله عملية يديني الـ Alkyl بنزين وهنا بص الجزء اللي هو اللي هي مجموعة الأسائل اللي هي C-O-R أو R-CO أي حاجة ديت اللي هي الكيتون أروماتي باخد الكيتون ده وبعمله عملية يديني الـ Alkyl بنزين مثال على تفاعل فريد الكرافت أسائلشن اللي هو ان انا بفاعل الـ Alkyl ده مع البنزين في وجود الألمون الكولوريد علشان يديني الـ Alkyl اللي هو ده اللي هو الكيتون خدنا بعد كده بقى الكيتون ده هنعمله عملية الـ Reduction علشان نديني الـ Alkyl بنزيني يبقى ده الكيتون الكيتون لما نعمل عملية الـ Reduction فزارة الأكسوجين اللي هنا هتتشال ويدخل مكان ها زارتين هيدروجين يبقى الـ Reduction عبارة عن ان انا بزود الهيدروجين اللي موجود فيه المركب فبيقول لي هنا ان اي بص عبارة عن ايه replacement of post CO bond by CH يعني انا بستبدل CO بCH او بستبدل O بزارات هيدروجين وهنا عندي طريقتين للاختزال الطريقة الاولانية بستخدم فيها الزنك او الزئبق مع الـ HCL والطريقة التانية بستخدم معها الـ Hydrazine مع بيز مع قعدة يبقى انا عندي طريقتين لاختزال الكيتون علشان نديني الـ Alkyl Benzine الطريقة الاولانية استخدام الزنك او الزئبق مع الـ HCL يبقى اختزال كلمنسون بيستخدم الزنك and mercury in presence of the strong acid يعني بستخدم الزنك او الزئبق مع الـ HCL او اي حمض قوي والطريقة التانية ان انا بستخدم الـ Hydrazine مع قعدة قوية ودي بيقول عليها وولف كيشنر اختزال وولف كيشنر بستخدم الـ Hydrazine اللي هو NH2 مع بيز قوي اللي هو مثلا الـ KOH علشان يختزل لـ CO يخليها لي CH2 يبقى انا في الطريقة التانية كونت الكيتون عن طريق تفاعل حلقة البنزين مع الـ Acid Coloride وبعد ما كونت الكيتون جبته هنا وعملت له اختزال باي طريقة من الطريقتين سواء كانت كلمنسون او او وولف كيشنر الطريقتين بيدوني معي اللي هو الـ Alkyl Benzine ده مركب من مركبات الـ Alkyl Benzine اختلفت بقى هنا مجموعة الـ Alkyl مش هتفرح بس دي هي الصورة العامة بتاعته يبقى انا عندي طريقتين الطريقة الاولانية اللي هو Friidel Craft Alkylation وبتكون خطوة واحدة والطريقة التانية اللي هي Friidel Craft Acceleration بجيب منها الكيتون وبعد ما يجيب الكيتون بعمله سواء كان كلمنسون او سواء كان وولف كيشنر بعد ما تكلمنا عن تفاعل ده اللي هو بيقولي الرابط بين تفاعل Friidel Craft Alkylation هنا البنزين لو فعلته مع الـ Alkyl هيديني في وجود الـ Alkyl هيديني الـ Alkyl Benzine ده اللي هو جزء ده تفاعل Friidel Craft Alkylation طيب لو انا عملت له بفعله مع الـ Alkyl حتى يديني كيتون بعمله يديني اللي هو الـ Alkyl Benzine يبه هو نفس الناتج النيائي بس هنا ممكن اعمله على خطوة واحدة بالـ Alkylation او ممكن اعمله على خطوتين بعد الـ Alkylation بعد الـ Alkylation بعمل عملية عملية اختزال فده مخطط يديني الربط بين الـ Alkylation و الـ Alkylation يأما خطوة واحدة بالـ Alkylation يأما خطوتين واحدة الـ Alkylation والتانية عملية اختزال وقلنا الاختزال ممكن يكون بكلمنسون او ممكن يكون بيولف كشنر الفرق هو بس العامل المختازي اللي انا بستخدمه فيه التفاعل بعد كده هنتكلم عن الـ Alkylation القصور والمشاكل اللي بتكون موجودة في تفاعلات فريدل كرافت و دي بتكون غالبا موجودة في الـ Alkylation و ليس الـ Acceleration اول حاجة هي ان تفاعل فريدل كرافت ما ينفعش يحصل الا مع هاليد الـ Alkylation يعني هنا في التفاعل بتاع فريدل كرافت Alkylation ما ينفعش نستخدم فيه الا هاليد الـ Alkylation يعني انا لو جيت استخدمت مثلا هاليد أرايل اللي هو الأروماتي ده بحيث ان انا اخد الجزء اللي هو بتاع الفينايل دهوت و ادخله مع حلقة البنزين التفاعل مش هيردى يحصل او ان انا اخد الفاينيلك هاليد و اخد الجزء ده واسيب الـ Chlor و ادخله في حلقة البنزين بس ابدله بزرعة هيدروجين الكلام ده مش ممكن يحصل يبقى اول مشكله معه فتفاعل فريدل كرافت ان انا ما بقدرش استخدم الا الـ Alkyl Halide و بقول ان الـ Aromatic أو الـ Arryl Halide ان فيتلقى و ان فيتلقى اي في ان الي رائح لاظenario و ان فيتلقى بان انا التفاع و يتبقى في حالة في حالة او بتكون طاقتها عالية جدا وده بيخلي التفاعل اه صعب جدا حدوثه في نفس الظروف بتاعت فريد الكرافت. اول مشكلة عندي في تفاعلات ان هي مش بتحصل الا مع يعني لو استخدمت او مش هينفع ان هي تشتغل ليه? لان الكاربوكاتين اللي بتكون في قصة التفاعل بتاعها بتكون طاقته عالية جدا واتقل عالية ديك ما بتخليش التفاعل ان هو يكمل. تاني حاجة معايا بتقول ان تفاعل فريد الكرافت ما بينجحش مع حلقة البنزين لما بيكون عليها زرة او مجموعة يعني لما بيكون على حلقة البنزين مجموعة ساحبة قوية للالكترونيات التفاعل بتاع فريد الكرافت ما بيحصلش. ليه بقى? ايه الكلام ده تكلمنا فيه في الفيديو اللي قلنا في البداية خالص ان انت تروح تتفرج عليه اللي هو تأثير الزرات او المجموعة على نشاط حلقة البنزين. وقلنا ان المجموعة اللي هي المجموعة الساحبة للالكترونيات لما بتكون موجودة على حلقة البنزين. بتسحب الالكترونيات من الحلقة. وبالتالي بتقل الكسافة الالكترونيات اللي موجودة جوا injusto الحلقة هنا. ولما بتقل الكسافة الالكترونية اللي موجودة على الحلقة هنا. الحلقة بتكون اقل نشاط للتفاعلات. فالذور بتاع المجموعة اللي هو هنا ابن رموزلاب الرمزوي اللي هي دورها هنا ان هي بتعمل عملية الحلقة البنزين بتقلل من نشاط حلقة البنزين. فاحنا بنقول ان حلقة البنزين لو عليها اي مجموعة ساحبة للالكترونيات وجيت عملية تفاعل فريدل كرافت التفاعل مش بيرضى يحصل. وعندي هنا بعض الامثلة للمجموعات اللي هي بتكون ساحبة بقوة للالكترونات زي عندي ال NR3 او ال NO2 او ال CN او SO3H او CHO او COCH3 دي كلها مجموعات ساحبة للالكترونات وجودها على حلقة البنزين بيخلي تفاعل فريدل كرافت ما بيحصلش ليه لان هي مجموعات دي اكتيبيتنج مجموعات بتصبت او تقلل من نشاط حلقة البنزين وده تاني عب في التفاعلات او تاني حاجة من قصور تفاعلات فريدل كرافت تالت مشكلة معايا في تفاعلات فريدل كرافت وهي مشكلة البولي الكايليشن وهي باختصار ان انا لما بعمل عملية الكايليشن لحلقة البنزين انا عندي الوسط بتاع التفاعل بيكون موجود في بنزين وموجود في هاليد الالكايل وبيكون موجود في الالمونيوم كولورايد ده شيء طبيعي اللي بيحصل اللي بيحصل هنا ان مجموعة الالكايل بتبدأ تدخل على حلقة البنزين فبيزيد معايا حاجة تالتة في ربع في الوسط وهي ان انا بيبدأ يتكون معايا مركبات الالكايل بنزين طيب جميل لما بتتكون مركبات الالكايل بنزين احنا عرفنا من قبل كدا في الفيديو اللي قولت لك تفرج عليه قبل ما تكمل هنا ان الالكايل من المجموعات اللي هي دافعة للالكترونات يعني دافعة للالكترونات يعني بيتزود من نشاطية حلقة البنزين تجاه التفاعل فلما تزود النشاطية بتاعة حلقة البنزين المركب اللي طالع عندي في التفاعل اللي هو اللي هو الالكايل بنزين هيكون انشط من حلقات البنزين اللي موجودة لسه ما اتفعلتش فبالتالي الالكايل الجديدة اللي هتدخل هتدخل على المركب اللي بدأ ينتج يعني ايه يعني انا هيبقى عندي التفاعل موجود في الكايل بنزين وموجود في بنزين الالكايل بنزين لان هو انشط هياخد مجموعات الالكايل الجديدة اللي هتخش ويدخلها عنده وبدل ما يكون طالع عندي مركب هاليد مركب الكايل بنزين زي ده اللي هو ده المفروض ان له ناتج التفاعل لا مش هو ده اللي بيحصل انه هو بياخد مجموعة الكايل تانية ودخلها على الحلقة وهو طالما هو هنا بيوجه لأرسه وبارة فهو دخلها هنا في الوضع بارة يبقى ايه اللي بيحصل البولي الكايلشا انه بيحصل عملية الكايلشا متعددة يعني هنا البنزين نشاطيته اقل من الكايل بنزين لان الالكايل بتدفع الالكترونات لحلقة البنزين وبتزود الكسافة الالكترونية عليها وبتكون انشط من ان الحلقة تكون ما فعلهاش اي حاجة فوه فلما تكون دي اكتر نشاط من دي فالالكايل الجديدة اللي هتدخل هتقدخل هنا وتسيب دي فاصبح اننا بدل ما تكون عندي المركب ده هو tipla الاكسر او الغلبة اللي هتكون موجودة في التفاعل هتكون للمركب ده يعني انا بعمل التفاعل عشان اطلع المركب عليه مجموعة الالكايل واحدة لا ان المركب اللي طالع عليه اكتر من مجموعة الكايل دي هي مشكلة البولي الكايلاشا فبقول ايه فيها بقول ان تفاعل البنزين مع الالكايل هلايد في وجود الالمونيوم كولورايد فبيقول لي ان التفاعل بين البنزين والالكايل هلايد بيعمل عملية استبدال الهايدروجين بمجموعة الالكايل ومجموعة الالكايل هي عبارة عن الالكترون دونر مجموعة مناحة ليه الالكترونات فبيقول لي بيقوز ار جروب اكتيفيت ارينج بيقول لي لان مجموعة الالكايل بتنشط الحلقة زا الكايل بروداكت اللي هو السي ستة اتش خامس ار اللي هو المركب ده هيعمل ايه is now more reactive than benzine فالمركب ده ده اللي احنا قلنا عليه ده هيكون انشط من حلقة البنزين اللي هي الفاضية فمجموعة الالكايل اللي هي اتكونت جوا التفاعل اللي هي الالكتروفيلات بدل ما هدخل على حلقة البنزين هنا هتجي راح هدخلها على الكام حلقة اللي هي الكام مركب اللي تكون لدول وبدل ما يكون المركبات النتيجة عندي في التفاعل فيها مجموعة الكيل واحدة مرتبطة بيها لا حلائي مرتبط بيها اكتر من مجموعة الكيل هل بيقول لي ايه بيقول لي بيقول لي is now more reactive than benzene it's toward further substitution هل بيقول لي and it reacts again with RCL to give product of polyalkylation يبقى باختصار الموضوع ده هوت ان انا عندي لما بيبدأ تتكون عندي الalkyl benzene فبيبقى التفاعل عندي في حلقات بنزين وفي الalkyl benzene والalkyl benzene انا عارف ان هو انشط من مركب البنزين فبالتالي مجموعة الalkyl كلها اللي طلعت عندي هتجي رايحة على مركب الalkyl benzene فبدل ما بيطلع عندي المركب ده بصورة اساسية بيطلع عندي ده هو اللي بيكون غالب في التفاعل لان مجموعة الalkyl كلها بتدخل عليه هو مجموعة الalkyl من المجموعة اللي بتوجه لقرص وبارة فبيدخل مجموعة الalkyl في الوضع بارة رابع مشكلة او بيقول لي هنا عشان نقلل من مشكلة البوليalkylation يعني عشان نقلل من الحركة اللي بتحصل لها انا محتاجي ان انا ازود اللي هي حلقات البنزين في التفاعل يعني نسبة البنزين اللي تكون في التفاعل تكون قد مجموعة الalkyl او اكتر منها ليه؟ علشان كل ما يكون عندي موجود في وسط التفاعل مجموعة الalkyl عايزة تدخل تلاقي ان الحلقات اللي موجودة فاضية فيها اكتر من نسبة الalkyl benzene اللي تكونت في الاول ففرصة ان يتكون المركب ده هو تكون اكتر من ان المركب ده يتكون يبقى بيقول لي علشان نقلل من البوليalkylation انا محتاجي استخدم كمية اكتر من البنزين يعني انا لو كنت باستخدم مثلا 10 جرام من البنزين مع مثلا 10 جرام من الalkyl من هاليد الalkyl لا انا خليهم 15 جرام من البنزين مع 10 التوجه هاليد الalkyl علشان تكون نسبة البنزين اللي هو موجود في التفاعل اكتر فمجموعات الalkyl كل ما تيجي تطلع من الاليد وتلاقي فو الشاهة بنزين كتير فلما تلاقي الفو الشاهة بنزين كتير فرصة ان المركب اللي هو ده هوت اللي انا عايزه هو اللي تكون اكتر من ان المركب اللي هيحصل له بوليalkylation هو اللي تكون طيبmans نعالج مشكلة انا محتاج ان انا ازوت كمية حلقات البنزين اللي موجودة في التفاعل يبقى انا محتاج ان ازود كمية البنزين علشان تكون متناسبة مع كمية الالكايل هلايد بيقول لي ان البولي سبستيوشن اللي هي اللي قلنا عليها من شوية ما بتحصلش ليف تفاعل في ريدل كرافت اسيليشن لان مجموعة الاسيل لما تدخل على حلقة البنزين هي مجموعة صعبة للالكترونات وبالتالي هي بتقلل من نشاط حلقة البنزين وبالتالي التفاعل عندي هيكون في حلقات بنزين وحيكون في مركب الكيتون ومركب الكيتون اقل نشاطية من حلقة البنزين فبالتالي المركب ده هتكون منه نسبة كبيرة ومش هيحصل عندي عملية اللي هي حصلت دي الالكايليشن يبقى الفرق هنا في ان مجموعة الاسيل مجموعة بتقلل من نشاط حلقة البنزين لان هي بينما مجموعة الالكايل هي مجموعة دونر يعني مجموعة مانحة ودي بتزود من نشاطية حلقة البنزين فبيحصل فيها مشكلة البولي الكايلاشن انما هنا مش هيحصل عندي البولي سبستيتيوشن لان مجموعة الاسيل مجموعة ساحبة الالكترونات فهي دي اكتيفيتنج جروب. رابع مشكلة معنا بتقابلني في تفاعلات فريدل كرافت هي مشكلة الاسكليتال يعني هيكليم يعني مشكلة الاسكليتال ريارانج منت أنا عندي بفاعل البنزين مع الالكايل حلايد تمام اللي هو C-H3, C-H2, 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 C-H2CL ده هليد الالكايل اللي معي في وجود الالمونيوم كولوريد. فإن اللي بيحصل في التفاعل اللي بيحصل عندي ان الالمونيوم ان الكلور بيهاجم الالمونيوم كولوريد وبتكون عندي ALCL4. فبيبقى هنا مجموعة المسايل ديت عليها زرة عليها اللي هو شحنة مجابة. شحنة مجابة معناها ان عليها فراغ. فايه اللي بيحصل مجموعة المسايل اللي قابليها بتديها او بينتقل زرة هيدروجين من مجموعة المسايل اللي قابليها علشان تغطي النقص اللي موجود هنا وده بنقول عليه عملية ميجريشن عملية هجرة او عملية شيفت اللي هو هيدرايد شيفت يعني بينتقل زرة الهايدروجين من زرة الكاربون دي عشان تعود الناص اللي كان موجود هنا نتيجة ان الكولور طلع. فبتنتقل ان الشحنة المجابة بدل ما كانت على زرة الكاربون اللي هي متطرفة هنا بتنتقل لزرة الكاربون اللي هنا فبيكون الموجب موجود هنا. فالتفاعل ده لما بيجي يحصل ده تفاعل في الريد الكرافت بيحصل ان بيتكون عندي جزء عبارة عن سكندري بيوتايل بنزين اللي هو بيوتايل بنزين سكندري نتيجة ان الشحنة المجابة على زرة الكاربون اللي في النص هنا فبيتكون شوية خمسة وستين في المية من البيوتايل سكندري وخمسة وثلاثتين في المية من البيوتايل بريماري يعني مرتبط بزرة الكاربون اللي هي الطرفية اللي هنا. يبقى ايه المشكلة بتاعت بيحصل عملية اعادة ترتيب للزر الشحنة المجابة اللي موجودة على حلقة البنزين. ده نتيجة ايه? نتيجة انه لما الكولور بيطلع من من الكايل هلايد بيسيب مكانه شحنة مجابة. فزرات الكاربون اللي جنبها او مجموعة المسائل اللي جنبها بتعوز تعود النقص اللي موجود هنا. فبتديها زرة هايدروجين او مجموعة المسائل حنشوفها كمان شوية. فبتديها زرة هايدروجين من هنا عشان تعود النقص هنا. فاصبح ان هنا عندي جوه التفاعل. فيه جزء الشحنة المجابة على زرة الكاربون الترافية. والجزء التاني على زرة الكاربون اللي هي في النص. فبتكون معايا جزء من مراكبات الالكايل بنزين مرتبط بزرة الكاربون اللي هي السكندري اللي هي السنوية اللي في النص. والجزء التاني مرتبط بزرة الكربون اللي هي الطرفية دي المشكلة الرابعة اللي هي بتاعة الهجرة او الشفت اللي بيحصل ممكن ان بتنتقل زرة الكربون زرة الهايدروجين اللي هنا عشان تغطي النقص اللي هنا وممكن برضو تنتقل مجموعة مثال زي ما حنشوفها في المثال اللي جاي ده يعني بالبلد كده هنا زرة الكربون ديت عليها نقص فجرها اللي جنبها ده يعني هيشوفها ان هي مثلا عندها النقص دوتق يعني مش هيشوفها ان هي عندها النقص اللي هنا اللي هي الشحنة المجابة وحيسكت فبيديها زرة هيدروجين من عنده علشان تعود النقص اللي عندها فبعد ما بديها زرة الهايدروجين بيحصل عنده هو كمان نقص فبيبقى عندي كده في التفاعل شكلين للكربوكاتايون في شكل منهم بيكون الشحنة المجابة على زرة الكربون اللي في النص وفي الشكل التاني بتكون على زرة الكربون اللي هي الطرفية. فبتكون جزء من مركبات الالكايل بنزين سكندري والجزء التاني برايماري. 65% الـ 35. النسبة دي طبعا ممكن تتغير من مركبه التاني. دي برضو عملية الشفت اللي احنا قلنا عليها الانتقال او اللي هي الهجرة. هنا انتقلت مجموعة الالكايل عشان تعوض لي الموجب اللي هنا. وده اللي هو الالكايل شفت. فهنا اللي هل الالمون الموجابه mannersyl من هنا. ففيه هنا شحنة موجابه. الشحنة الموجابه هتنتقل مجموعة العشان تعوض النقص اللي هنا. يبقى احنا قلنا ان الشكل الاولاني من اشكال اللي هو الاسكيليتر الـ أو فيه فيه ساعات بكتب اللي هو كاربوكاتين ريارنجمنت. اول شكل ان احنا قلنا الـ هيبرد الـ هيدرايد شفت اللي هو انتقال زرعة الهايدروجين من المجموعة من زرعة الكاربون ديت علشان تعوض النقص او شحنها الموجابه اللي موجودة هنا تاني شكل معي من اشكال الكلام Schift اللي هو الالكايل EO monkeys تنتقل مجموعة الميساي المينية علشان تعود إلى شحنا المجابة اللي موجودة هنا فاصبح انا عندي فيه التفاعل آآ شكلين الشكل الاولاني اللي هو في مجموعة فيه الشحنا المجابة طرفية والشكل الثاني اللي بتكون فيه الشحنا المجابة على زارة الكاربون اللي هي التيرشالي بس الشكل one ده نسبة وجده في التفاعل يعني نوعا ماتريسيز اللي هي شوائب بسيطة فلا يعتد بيها فبنلاقي ان لما انفعل البنزين مع هاليد الالكايل اللي هو هنا ده الالمونيوم كولورايد لما اخدت الكولور ساب هنا شحنة مجابة انتقلت مجموعة الميسايل ديت علشان تعود النقص هنا فاصبح ان الشحنة المجابة على زرة الكاربون اللي هي التيرشل اللي هي السالسية اللي هي مش بيكون عليها زرات هيدروجين وبترتبط هي بحلقة البنزين علشان يديني مركب واحد واحد داي ميسايل بروبايل بنزين اللي هو المركب الموجود قدامنا دايوب انا عندي رابع مشكلة في مشاكل فريد الكرافت اللي هي السكليتال ريارنجيمنت او الكاربوكاتاين ريارنجيمنت ان انا بيكون عندي بيحصل تغيير في الهيكل بتاع المركب ان انا بتنتقل زرات هيدروجين او مجموعة الكايل علشان تعود الشحنة المجابة اللي موجودة على الحلقة فبيصبح عندي شكلين من اشكال الكاربوكاتاين وبيطلع عندي في الناتج بتاعي شكلين للمركبات الناتجة زي ما احنا شفنا في المركب اللي طلع فيه واحد سانوي واحد برايمري اللي هو كان 65-35 وممكن الشفت يحصل زي ما قلنا لزرات الهايدروجين او لمجموعة الالكايل بعد كده عندنا كمان طريقة لتحضير مركبات الالكايل بنزين وهي طريقة سهلة جدا اللي هي ده عبارة عن ان بعمل الكابلينج ليه الالكايل هالايد مع الارايل هالايد اللي هو الهالايد الاروماتي مع الهالايد الاليفاتي اللي هو هنا حلقة البنزين مرتبط معها هالوجين وهنا مجموعة الالكايل مرتبط معها هالوجين تاني ووجود استوديوم بيحصل كابلينج بين الاتنين دول وبيديني مركب الالكايل هالايد هي طريقة من طرق تحضير الالكايل بنزين ومشهورة لكنها مش بنفس شهرة ولا اهمية تفاعل فريدل كرافت احنا كده اخدنا من تفاعلات تحضير مركبات الالكايل بنزين خدنا فريدل كرافت الكايل ايشن واخدنا بعد كده الطريقة التانية اللي هي عبارة عن خطوتين بنعمل الاسيليشن بعد كده بنعمل عملية ريداكشن والريداكشن يما بيكون بريداكشن كلمنسون او الولف كيشنر بعد كده اخدنا اللي موجودة في تفاعل فريدل كرافت وبعد كده اخدنا الطريقة اللي هي معنا هنا اللي هي اللي هي طريقة من طرق تحضير مركبات الالكايل بنزين هو مفروض ان احنا نكمل هيدات نكمل الالكايل بنزين لحد اخره بس كده اظن من الفيديو الوقت الوقت بتاعه كان بقى طويل كده فحنكمل اللي فاضل معنا من الفيديو في جزء تاني هتلاقيه برضو في نفس السلسلة معنا اللي هو الهالوجينيشن ده هنكملهم في الجزء التاني ان شاء الله كده الفيديو بتاعنا يكون انتهى هنا اتمنى ان هو يكون مفهوم للجميع ما تنساش ان انت تنضم للجروب بتاعنا اللي هسيبولك في اول التعليق في وصف الفيديو واتمنى ان الفيديو يكون مفهوم لك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوبه اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته